يتعلق الأمر بأشارة التي تتكون من عدة نقاط في رمزيتها يتصدرها حرف جيم هو رمز البلد المنظم لدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية وهو أول حرف من كلمة جزائر في حين أن كلمة الجزائر مكتوبة باللغة الإنجليزية باللون الأحمر مرفوقة بسنة 2023 باللون الأخضر وتم تكبير النجمة واعتمادها كنقطة لحرف جيم باللون الأحمر وداخل حرف الجيم تم إدراج مقام الشهيد كمعلم وطني يربط ماضينا بحاضرنا ويحدى بقسط وفير من الشهرة على المستوى الدولي المحيط الخارجي لحرف جيم إشارة إلى المدمار للدلالة على المنافسة الشريفة كما تم إدراج رموز بعض المنافسات الرياضية في الجزء السفلي للمدمار مباشرة إلى تميمة هذه الألعاب والتي سنكتشفها أيضا تم اختيار تميمة الدورة فهد الهوغار وهو العداء الأسرع في الحياة البرية معروف جيدا في إفريقيا والشرق الأوسط فهد الهوغار المسمى أيضا أمياس بين سكان الصحراء معروف جدا موجود في قلب تامنراست بالجزائر ولقد تم رصد هذا السنور المتميز مؤخرا في الحديقة التقافية للهوغار ما يوفر منظرا نادرا لنوع يعيش في البرية مصنف في خطر الإنقراض الحارج فهد الهوغار معروف بأنه أسرح حيوان في العالم حيث يمكنه الوصول إلى 110 كم في ساعة كما يتميز فهد الهوغار أيضا بكونه أكثر السنوريات مقاومة حيث يجمع بين السرعة وقدرة من التحمل استثنائية بصفته عداء حقيقيا يجسد هذا الحيوان الروح الرياضية بكاملها ولهذا السبب تم اختياره كتميمة للألعاب كونه رمزا للسرعة والقدرة على التحمل مباشرة أيضا إلى المضاليات التي ستعتمد عليها اللجنة المنظمة حيث صممت المضاليات بطريقة مغايرة على تلك التي اعتدنا عليها بالشكل الدائري وأمامكم عين من المضاليات التي ستوزع في هذه الطبعة الخامسة عشر من الألعاب الرياضية العربية في نسختها الجزائرية وإلى شعار هذه الألعاب حيث اغتنمت اللجنة المنظمة فرصة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للصحافة والإعلام ندوة علمية جاءت تحت شعار بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي فتبت الشعار للألعاب آخر شيء سنختم به حول هوية الألعاب سيتعلق الأمر بالملسقات الملسقات تتضمن كل العناصر من اسم الدورة إلى التاريخ إلى شعارة الألعاب والشعار وستكون في مختلف المدن الجزائرية والقاعات التي ستحتضن المنافسة هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل بروتيليس الجمال للكل زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر